بيقولوا ان الغربال الجديد له شدة وبيقولوا ان الجواب بيبان او بيتقري من عنوانه وزير التموين الجديد اللي هو محمد علم صلحي واضح واضح انه حيامل شغل كويس عمل مجموعة من الاجراءات كويسة منها اقالة رئيس الشركة القبضة للصوامع واحد المسؤولين كمان في وزارة القطع التنمية بين في وزارة الانتجارة الداخلية حق كده المسؤولين برضو عن قصة فساد الاخباح وكده المهم النهاردة المشكلة اللي احنا نتقالب فيها من شهور وهي فكرة انه الناس بتعاني بسبب الكروت اللي مش زكية هما الحكومة بسميها كروت زكية لكن الحقيقة بعد التطبيق طرح انها كروت غبية بعيدة عنكم فالكروت الغبية دي ابتدت تتزاكى ابتدت تتزاكى ازاي ان احنا نعمل لها حل المشاكل اللي كان المواطنين بيعانوا منها واحد من الحلول النهاردة اللي عمله وزير التموين انه خصص 24 مكتب في محافظتي القاهرة والجيزة وقدام حضراتكم لستة بهذه المكاتب الموجودة عشان كل سكان منطقة يروحوا لأقرب فروع هذه المكاتب في الجيزة والقاهرة اللي عنده مشكلة سواء في انه ما طلعش الكارت الزكي او ان الكارت الزكي ما بيشتغلش او ان الكارت الزكي ضاع او ان الكارت الزكي ما بيش عارف ايه يروح وهذه المكاتب بس مخصصة لحل مشاكل الكارت الزكي للمواطنين لانه موضوع بطاقات التموين ده حياء وموت بالنسبة لأسر وقطاعات كثيرة جدا من المواطنين المصريين بس طبعا انا عايز اعرف بس بوردت بقى لسأل وزارة التموين هو فيه فروع تانية غير القارة والجيزة ولا بس القارة والجيزة يعني انا عارف ان دي شكلها كده مرحلة اولى لازم يقولوننا المرحلة التانية امتى ومحافظات ايه وفروع فيه لان مصر مش بس القارة والجيزة طبعا اشتركوا في القناة